بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الكرام خلال حصة اليوم سنتمم تصحيح تمارين درس قياس الأطوال والكتل والمساحات على الصفحتين 24 و25 من كتاب النجاح في الرياضيات للمستوى الخامس ابتدائي ونبدأ على بركة الله بالتمرين 5 صفحة 24 أنقلوا وأكتبوا العدد المناسب أو الوحدة المناسبة ونبدأ بجهة اليمين وللإجابة على هذا التمرين نستعمل جداول التحويلات ونبدأ بجدول قياس المساحات ونضع أول عدد 579 ديسيمتر مربع على الجدول بوضع رقم 9 في وحدات الديسيمتر مربع 7 في عشرات الديسيمتر مربع ثم 5 في المتر مربع المطلوب هنا تحويل العدد إلى السنتيمتر مربع للقيام بذلك نضيف الأصفار إلى حين الوصول إلى واحدات السنتيمتر مربع وبالتالي يصبح العدد 57900 سنتيمتر مربع على نفس الجدول نضع 25 ديسيمتر مربع 5 بوحدات الديسيمتر مربع واثنان بعشرات الديسيمتر مربع ثم نضيف أربعة أصفار إلى يمين العدد ليصبح العدد 250 ألفا ورقم وحدات هذا العدد يوجد بوحدات المليمتر مربع إذن الوحدة هي المليمتر مربع نضع الآن العدد 97 متر مربع 7 في وحدات المتر مربع و9 في عشرات المتر مربع نضيف أربعة أصفار إلى يمين العدد ويصبح رقم وحدات هذا العدد في السنتيمتر مربع إذن الوحدة هي السنتيمتر مربع نمر الآن إلى التحويل الموالي 7 ديكامتر مربع و96 متر مربع نضع 7 في وحدات الديكامتر مربع 6 في وحدات المتر مربع و9 في عشرات المتر مربع أصبح العدد هو 796 بحيث رقم وحداته هو 6 ويوجد بالمتر مربع إذن العدد يساوي 796 متر مربع بالنسبة للعملية الموالية سنحتاج جدول قياس الكتل بحيث نضع 2 في الهكتو جرام و7 في الكيلو جرام بالنسبة للعدد 64 ديكا جرام 4 في الديكا جرام و6 في الهكتو جرام بعد ذلك نقوم بحساب عملية الجمع 720 زائد 64 يساوي 784 بالنسبة للعدد 784 4 هو رقم الوحدات وهو يوجد بالديكا جرام لكننا نريد العدد بالجرام إذن سنحتاج إلى إضافة صفر إلى يمين العدد ويصبح العدد 7840 جرام نمر الآن إلى آخر تحويل 8 طن 39 قنطار و720 كيلو جرام نضع 8 في الطن 9 في القنطار 3 في الطن 0 في الكيلو جرام 2 في النقطة و7 في القنطار بعد ذلك نقوم بحساب عملية الجمع ونحصل على العدد 12620 كيلو جرام لكننا نحتاج إلى تحويله إلى القنطار بالقنطار يوجد رقم 6 وبالتالي 6 هو رقم وحدات العدد الجديد وبما أن هناك أرقام على يمينه فإننا نحتاج إلى وضع الفاصلة ويصبح العدد عشريا وهو 126.20 كما يمكننا إزالة الصفر الذي يوجد على يمين العدد العشري ونكتب 126.2 قنطار نمر الآن إلى التمرين رقم 6 على نفس الصفحة قاس أربعة تلاميذ طول ساحة المدرسة فوجد الأول 47.5 متر ووجد الثاني 0.475 ووجد الثالث أربعة فاصلة ووجد الرابع أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون أحدد الوحدة التي اختارها الثاني والثالث والرابع وللقيام بذلك نحتاج إلى وضع العدد 47.5 متر على جدول قياس الأطوال سبعة هو رقم وحدات العدد نضعه بالمتر أربعة في الدكامتر وخمسة في الدكامتر ثم نضيف الفاصلة قبل الرقم أربعة وصفر قبل الفاصلة ويصبح رقم الوحدات الجديد هو صفر والصفر يوجد بالهكتومتر إذن 47.5 متر يساوي 0.475 هكتومتر ودائما باستعمال العدد 47.5 على الجدول الفاصلة ستغير مكانها وستصبح بعد الرقم أربعة وبالتالي أربعة هو رقم الوحدات الجديد ويوجد بالدكامتر إذن 47.5 متر يساوي 4.75 دكامتر باستعمال نفس العدد 47.5 على الجدول نزيل الفاصلة ونضيف صفر إلى يمين العدد ويصبح رقم الوحدات هو صفر والعدد هو 4750 ورقم الوحدات يوجد بالسنتيمتر إذن 47.5 متر يساوي 4750 سنتيمتر ونمر الآن إلى التمرين رقم 7 تم شحن 100 قضيب من الحديد كتلة كل قضيب 25 كيلوغرام على شاحنة قياس كتلتها وهي فارغة 20 قنطار هل في استطاعة هذه الشاحنة عبور قنطرة مخصصة لعربات لا تتعدى كتلتها الكلية 8 طن إذن للإجابة على هذا السؤال يجب معرفة الكتلة الإجمالية للقطبان بالإضافة إلى كتلة الشاحنة إذا كانت الكتلة الإجمالية أصغر من الكتلة المسموح بها فالشاحنة يمكنها العبور وإذا كانت الكتلة الإجمالية أكبر من الكتلة المسموح بها فالشاحنة لا يمكنها العبور لنحسب الكتلة الإجمالية للقطبان لدينا مئة قضيب وكل قضيب وزنه 25 كيلوغرام إذن هناك تكرار وسنستعمل عملية الجداء لحساب الكتلة الإجمالية للقطبان وبالتالي سنضرب مئتان في 25 ونحصل على العدد 5000 كيلوغرام نضيف هذه الكتلة أي كتلة القطبان إلى كتلة شاحنة وهي فارغة وللقيام بذلك نضع الأعداد على جدول قياس الكتل نضع 5000 كيلوغرام على الجدول ونضع كذلك 20 قنطار ثم نحسب عملية الجمع ونحصل على 7000 كيلوغرام نحاولو هذه الكتلة إلى تون إذن 7000 كيلوغرام تساوي 7 تون و7 تون أصغر من 8 تون إذن نعام في السيطاعات الشاحنة وبورة القانطار إذا اعتقدت انتظار ما هي كله عزكر مظهر من المكلمين نظر المكلمين والمقلم يخلطه يخلط فيها 24 عزكر فهذور عزكر يخلط trouble انني سطر في محطكم لقد كم المحطة في محطة بها en bleu et on va trouver 40 cm. La question B, donc pour tracer le rectangle on doit connaître sa longueur et sa largeur. Donc on doit chercher la longueur et la largeur de ce rectangle. Tant que ce rectangle a la même mesure d'air que la figure du premier exercice est la moitié de son périmètre. Donc la même mesure d'air ça veut dire 24 cm et la moitié du périmètre ça veut dire 20 cm. Alors on doit chercher le point commun entre l'air et le périmètre et pour le faire on a tracé le tableau suivant. Donc on a posé l'air et le périmètre. Donc on sait que l'air doit être 24 et le périmètre doit être 20. Donc on va voir le point commun entre les deux. Et on sait que pour calculer l'air on doit multiplier la longueur fois la largeur et pour calculer le périmètre on fait la somme de la longueur plus la largeur le tout fois 2. Alors pour l'air on va écrire 24 sous forme du produit donc et ce produit se compose de la longueur fois la largeur. donc si on choisit 1 fois 24 ça veut dire la longueur 24 et la largeur 1. Donc on va faire ça pour calculer le périmètre. Donc on va faire 1 plus 24 le tout fois 2 on va trouver 50 et nous on veut 20. Donc ce n'est pas le produit recherché. Deuxième cas 24 est égal à 2 fois 12. Ça veut dire la longueur 12 et la largeur 2. Donc on va calculer le périmètre 2 plus 12. Le tout fois 2 est égal à 28. Donc ce n'est pas le cas demandé. On passe au troisième cas. 24 est égal à 3 fois 8. Ça veut dire longueur 8 et largeur 3. On calcule le périmètre 3 plus 8. Le tout fois 2 est égal à 22. Ce n'est pas le cas demandé. On passe au dernier cas. 24 est égal à 4 fois 6. On calcule le périmètre 4 plus 6. Le tout fois 2 est égal à 20. Et voilà donc c'est ce qu'on demande. L'air 24 et le périmètre 20. Alors le quatrième cas c'est le cas convenable. Ça veut dire la longueur 6 et la largeur 4. Et on va tracer un rectangle avec les mesures 6 et 4. Et voilà le rectangle. Donc avec une longueur de 6 cm et une largeur de 4 cm. Géni. بلسوء الألف سنستعمل جدوى القياس الأطوال ثم نضع عليه جميع القياسات بالطريقة التي تعلمناها فيما سبق ثم نقوم بتحويلها كلها إلى أصغر وحدة لدينا على التمرين وهي سنتيمتر في هذه الحالة ثم نقارن الأعداد بالطريقة التي تعلمناها حينما تعرفنا على كيفية مقارنة الأعداد وذلك بحساب عدد الأرقام وأصغر عدد هو العدد الذي يتكون من أقل عدد ممكن من الأرقام وفي هذه الحالة 54 ألفا هو أصغر عدد أي 54 ديكامتر هي أصغر قياس لدينا ثلاثة أعداد لها نفس عدد الأرقام إذن سنبدأ المقارنة من اليسار ونقارن واحد بثلاثة وواحد هو الأصغر إذن مائة ألف هي الأصغر وبالتالي واحد كيلومتر هي العدد الموالي بالنسبة للعددين المواليين ثلاثة تسوي ثلاثة وأربعة أصغر من ثمانية وبالتالي ثلاثة مائة وخمسة وأربعون ألفا هي الأصغر أي 34 ألفا وخمسمائة ديكامتر هي العدد الموالي يليها العدد ثلاثمائة وتمانون ألف سنتيمتر ثم سبعة عشر كيلومتر هي أكبر عدد ونجدها بآخر الترتيب نمر الآن إلى سؤال باء وباستعمال جدول قياس الكتل نقوم بنفس طريقة نكتب جميع القياسات على الجدول نحولها إلى أصغر وحدة على التمرين ثم نبحث عن أكبر عدد وهو الذي يتكون من أكبر عدد من الأرقام أي 406 هيكتوغرام باقي الأعداد لها نفس عدد الأرقام إذن سنبدأ المقارنة من اليسار على اليسار يوجد الرقم 4 في جميع الأعداد سنمر إلى الرقم الموالي لدينا صفر ولدينا 6 6 أكبر من صفر إذن سنقارن الأعداد التي رقم مئتها 6 ونقارن العشرات إذن أكبر عدد هو 4660 أي 4 كيلو جرام 6 هيكتوغرام و6 ديكا جرام العدد الذي يليه هو 460 ثم يليه 4600 جرام أي 4 كيلو جرام 6 هيكتوغرام وأخيراً أربعة ألاف وستون جرام أي 4 كيلو جرام وستة ديكا جرام ولا ننسى وضع رمز أصغر بالنسبة لسؤال ألف ورمز أكبر بالنسبة لسؤال با ثم نمر إلى التمرين رقم 10 للشكلين نفس قياس المحيط هل لديهما نفس قياس المساحة ماذا يمكن أن أستنتج؟ إذن لحساب مساحة الأشكال التي أمامنا يكفي أن نحسو بعض التربعات لكل شكل بعد حساب التربعات وجدنا أن مساحة المربع هي 9 تربعات ومساحة المستطيل هي 8 تربعات إذن الشكلان ليس لهما نفس المساحة با أستنتج أنه يمكن أن يكون لمجموعة من الأشكال نفس المحيط وليس لهم نفس المساحة بالنسبة للتمرين رقم 11 للشكلين نفس قياس المساحة هل لديهما نفس قياس المحيط؟ با ماذا يمكن أن أستنتج؟ كما سبق وأن ذكرت لحساب المحيط يكفي أن نحسب مجموع أضلاع الشكل وبالتالي محيط المستطيل هو 14 ومحيط الشكل الثاني هو 18 إذن الشكلان ليس لهما نفس المحيط با أستنتج أنه يمكن أن يكون لمجموعة من الأشكال نفس المساحة وليس لهم نفس المحيط نمر إلى التمرين رقم 12 أرتب قياسات المساحات التالية تزايديا أي من الأصغر إلى الأكبر نضع الأعداد على جدول التحويلات وهو جدول قياس المساحات ثم نحولها إلى أصغر وحدة وهي المتر المربع بالنسبة لهذا التمرين وبنفس طريقة المقارنة التي استعملناها فيما سبق نجد أن العدد 57600 هو الأصغر أي 5 هكتومتر مربع و760 ديكامتر مربع يليها العدد 975 ألف و760 متر مربع ثم العدد 9 ملايين و750 ألف أي 975 هكتومتر مربع بعدها 97 مليون أي 97 كم مربع وأخيرا 98 مليون أي 98 كم مربع بالنسبة للتمرين رقم 13 شاحنة محملة بقدبان حديدية قياس طولها الإجمالي 3000 متر إذا علمت أن قياس طول القضيب الواحد هو 12 متر وأن قياس كتلته هي 15 كيلو جرام فاحسب العدد الإجمالي للقطبان التي تحملها الشاحنة وباء الكتلة الإجمالية للقطبان بالطن إذن نبدأ بسؤال ألف لدينا الطول الإجمالي للقطبان ولدينا طول القضيب الواحد إذن لمعرفة العدد الإجمالي يجب أن نستعمل عملية القسمة ونقسم 3000 على 12 ونجد 250 إذن العدد الإجمالي للقطبان هو 250 قضيب بالنسبة للسؤال باء لدينا كتلة قضيب واحد هي 15 كيلو جرام ونعلم عدد القضيب هو 150 إذن سنضربه 250 في 15 للحصول على الكتلة الإجمالية للقطبان بالكيلو جرام وهي 3750 كيلو جرام ثم نحولها إلى الطن باستعمال جدول التحويلات ونجد أن تلاتس ألف وسبعوني أو خمسونة كيلو جرام تساوي تلاتفاس إلى خمسا وسبعونة طن وبي تالي القطل الإجمالي للقطبان هي تلاتفاس إلى خمسا وسبعونة طن Alors on doit convertir 0,25 mètre en millimètre. Donc 0,25 mètre est égal à 250 mm. Après on va utiliser la division et on va diviser 250 par 40. Donc 250 divisé par 40 est égal à 6,25. Alors on peut empiler 6 livres dans la case. Et on passe au dernier exercice, page 25, c'est l'exercice 15. Deux figures A et B lorsqu'on les assemble. La mesure de leur périmètre est-elle égale à la somme des périmètres des deux figures A et B ? La mesure de leur air est-elle égale à la somme des mesures des airs des figures A et B ? On commence par calculer le périmètre. Et le périmètre c'est la somme de tous les côtés de chaque figure. Donc pour la figure A, 2 plus 2 plus 2 plus 1,6 plus 1,6 plus 1,6 est égal à 9,2 cm. Pour la figure B, 2 plus 1,6 plus 2,8 plus 2,8 est égal à 10,8 cm. Alors on calcule la somme des périmètres des deux figures A et B ? Donc A plus B est égal à 9,2 plus 10,8 est égal à 20 cm. Le périmètre des deux figures A et B est égal à 13,6 cm. On constate que la mesure du périmètre des deux figures assemblées n'est pas égale à la somme des périmètres des deux figures. On passe maintenant au calcul des airs. Donc ici, pour calculer l'air de la figure A, on essaye de calculer le triangle qui est coupé du carré jaune. et ce triangle est la moitié d'un carré dont le côté mesure 1,6 cm. Donc on va faire 1,6 fois 1,6, le tout divisé par 2. Donc est égal à 2,56 divisé par 2 est égal à 1,28 cm². Après, on calcule l'air du carré jaune dont le côté mesure 2 cm. Donc 2 fois 2 est égal à 4 cm. Donc l'air de la figure A, c'est l'air du carré jaune moins le triangle coupé. Ça veut dire 4 cm² moins 1,28 cm² est égal à 2,72 cm². On passe maintenant au calcul de l'air de la figure B. Comme vous voyez, la figure B se compose d'un triangle plus un rectangle. Alors, on commence par calculer l'air du triangle dont le côté mesure 1,6 cm. Donc 1,6 fois 1,6, le tout divisé par 2, car le triangle est la moitié d'un carré, est égal à 2,56 divisé par 2 est égal à 1,28 cm². Après, on calcule l'air du rectangle, 2,8 fois 2 est égal à 5,6. Puis, on calcule la somme des deux airs du triangle et du rectangle. Ça veut dire 1,28 plus 5,6 est égal à 6,28 cm². Donc, l'air de la figure A est égal à 2,72 cm². Et l'air de la figure B est égal à 6,88 cm². Donc, on calcule la somme des airs. 2,72 plus 6,88 est égal à 9,6 cm². Maintenant, on passe au calcul de l'air des deux figures assemblées. Donc, si on assemble les deux figures, on va obtenir un rectangle dont la longueur est égale à 2 plus 2,8 est égale à 4,8 et la largeur est égale à 2. Donc, l'air de ce rectangle est égale à 4,8 fois 2 est égale à 9,6 cm². On constate que la mesure d'air des deux figures assemblées est égale à la somme des airs des deux figures. Et comme ça, notre séance est arrivée à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine. et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada شكرا